اجلس في وضع جلوس مريع على الأرض أو على كرسي مع وضع قدميك بشكل مسطح على الأرض مع وضع اليدين على الرقبتين وظهرك في وضع مستقيم تقنك موازن مع الأرض استخدم وسادة لمساندة ظهرك إذا لزم الأمر حاول أن يكون ظهرك في الوضع المستقيم طوال التأمل يمكنك إرخاء ظهرك بشكل دوري كلما أحسست بعدم الارتياح خذ بعض الوقت لتستقر وترتاح في موضعك أغمط عينيك ابتأ بملاحظة نفسك ركز على شقيقك وزفيرك ببساطة انتبه لإيقاع نفسك الطبيعي عندما تكون جاهزاً استمع للكلمات المقدسة التالية من حضرتي بها الله يا ابن البيان حصني أنت فادخل فيه لتكون سالماً حبي فيك فاعرفه منك لتجدني قريباً يبن البيان يبن البيان حصني أنت حصني أنت فادخل فيه فادخل فيه لتكون سالماً لتكون سالماً حبي فيك حبي فيك فاعرفه منك فاعرفه منك لتجدني قريباً لتجدني قريباً حصني أنت حصني أنت حصني أنت حصني أنت فادخل فيه فادخل فيه فادخل فيه لتكون سالماً لتكون سالماً لتكون سالماً لتكون سالماً حبي فيك حبي فيك حبي فيك فاعرفه منك فاعرفه منك لتجدني قريباً لتجدني قريباً لتجدني قريباً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قنقر ترجمة نانسي قنقر أشار حضرة عبد البهاء إلى حالة التأمل بأنها طرح سؤال على روحك وانتظار إجابته حدد دقيقتين من الصمت لصياغة سؤال أو سلسلة من الأسئلة لطرحها على روحك الآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وأعد انتباهك إلى هذه اللحظة الحالية ابدأ بفتح عينيك ببطء ترجمة نانسي قنقر الحوار الدهني الذي أجريته للتو مع روحك بشكل كتابي ترجمة نانسي قنقر